اليوم جبنا لكم أو يشارك معنا ضيف ومديع مهم جداً وكنا نحبه وأعتقد أنكم مشتاقين تشوفونا من زمان عن هذا الرجل نحيي بالأستاذ سباب هبري يا مرحبا أهلاً وسهلاً فيك وأشكرك على هذه المقدمة المطيفة كل عام أنت بألف خير الوطن اليوم أكيد أن يستحق كلمة من قلب سباب هبري الوطن في قلب سباب هبري ليس اليوم فقط الوطن متأصل في كيان سباب هبري في كل يوم كل ما أفتح عيني في الصباح فأنا لا أشاهد إلى الوطن وعندما أستنشق عبير الهواء في الصباح لا يدخل إلى رئتي إلا هواء الوطن وأنا أعيش في ظل هذا الوطن ورخائه وهدوئه والظاهر أن فيه واحد متأصل اللي بغير زعجنا لكن هنقفل التلوهون يبارك لك اليوم ولا أنا آسف اللي ما قفلت التلوهون أستاذ سباب طبعاً من زمان أنت ما طلعت على التلفزيون عشان كده نسيت نسيت عم نقطة يعني أنا للأسف يبدو أني نسيت أساسيات المهنة لا براكس أنت أستاذ لك ذكريات مختلفة مع اليوم الوطني خصوصاً في عملك الإعلامي عملك أيضاً في السلك العسكري حدثنا عنها اليوم الوطني بالنسبة لي أنا له يعني ذكريات خاصة عندما كنت مديراً لقسم الإعلام والنشر في وزارة الدفاع والطيران كان من أهم سؤولياتي إعداد وتقديم برنامج القوات المسلحة في اليوم الوطني وهو برنامج كان مدته ساعة كاملة وكنت أحرص أن يقدم بطريقة مختلفة يعني في ذلك الوقت كانت كل الوزارات تتسابق إلى إظهار إنجازاتها من خلال برنامجها من خلال برنامجها الذي يقدم في اليوم الوطني أنا كنت أطلع على جدول تدريبات القوات المسلحة ونركز على تصوير الأحداث التي تتم بالذخير الحية جميل ولذلك كنت على مدى العام أجمع حصيلة طيبة من النقطات التلفزيونية الجميلة التي لم يشاهدها المشاهدون من قبل ونعرضها ضمن برنامج معاد وكنا نبدأ لعداد اليوم الوطني قبل ستة أسابيع من موعد حلوله كمين لنعد البرنامج ونرسله لكبار المسؤولين للإطلاع عليه ونتلقى توجيهاتهم ونرسله أيضا للأمن العسكري ليطلع عليه ونأخذ ملاحظاته ثم ندخل عليه اللمسات الأخيرة ويعرض في اليوم الوطني وكان هذا البرنامج فعلا يستقطب الكثير من المشاهدين ليطلعوا على ما حققته القوات المسلحة من إنجازات خلال عام وما دخل من أسلحة جديدة واستخداماتها برنامج العيون سأكيد المتابعين ومشاهدين أكيدهم يذكرونه سببها بري ما اشتاق الكاميرا والشاشة شوف الكاميرا والشاشة هذا عشق أزلي في نفوس الإعلاميين وأيضا هي جرثومة لا يشوف منها ولذلك أنت تشتاق إلى الظهور على وسائل الإعلام بين كل فترة وأخرى مو دائمة جميل ترجمة نانسي قنقر